رادار الأخبار يواصل استعراض ملفاته فقرة رادار 360 مع روبير نخل الذي نتحدث معه عن تحالف مصر أوروبي يقطع الطريق أمام تركيا في مياه المتوسط روبير مروج مصر وأصدقاؤها الأوروبيون عبر اتفاقيات وشركات استراتيجية فعلا يقطعون الطريق أمام أطماع أردوغان وشراهته في مياه المتوسط وأبار الغاز ضربة تل والضربة يتلقاها أردوغان في مياه المتوسط فبالتوازي مع غرقه المستمر منذ سنوات في وحول حروب سوريا والعراق وليبيا ها هو يواجه غرقا جديدا ومن نوع آخر تتكسر معه المطامع التركية في غاز المتوسط فالرد المصري الأوروبي جاءه سريعا وقاسيا ليضع حدا فاصلا للمغامرات التركية أردوغان كان أعلن فور توقيعه مذكرة تيتفاهم مع السراج في ليبيا لتوسيع نفوذه البحري أنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص التنقيب في المتوسط دون أخذ إذن تركيا لتجتمع دول الجوار التركي الأوروبية قبرص اليونان إيطاليا وفرنسا جنبا إلى جنب مع مصر روبير القاهرة والعواصم الأوروبية الأربعة اطلقت عمليات استطلاع ومنورات مشتركة لحماية حدودها البحرية وفق الاتفاقيات الدولية ماذا عن ذلك؟ هدف مصر وقبرص واليونان مروج وإيطاليا أيضا حماية حقوق هذه الدول النفطية وهي سارعت لترسيم حدودها البحرية المشتركة لردع أردوغان من سرقة غازها إيطاليا واليونان وقعتا سابقا اتفاقا لترسيم الحدود في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين يشمل الاتفاق أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة ما يعني؟ قطع الطريق على أردوغان الذي حاول ابتلاع مناطق هذه الجزر اليونانية في اتفاقه مع السراج يبعث الاتفاق الأوروبي رسالة صارمة أن السياسات التعسفية والمطامع لأردوغان لا يتم التسابح معها من جانب دول أوروبية يجمعها اتحاد قوي ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي أن السبيل الوحيد لحماية الدول الأعضاء قد يكون بعزلة تركيا عبر ممارسة ضغوط واتخاذ تدابير أشد لزم الأمر من أجل احترام أنقرة سيادة الدول الأوروبية والقانون الدولية نعم يبدو روبير أن تصدي المصري والأوروبي للسلوك العدواني للتركي في المنطقة ليس فقط في مسألة النفط والغاز طبعا مقابل اليوم تضييق الخناق الأوروبي مروج على أنقرة أن تتجنب تركيا بشكل كبير الاقتراب من حقول الغاز المصرية المتواجدة في شرق المتوسط رغم اقترابها بشكل كبير من قبرص والمنطقة المتنازع عليها في الجزيرة يؤكد خبراء عسكريون أن عدم اقتراب تركيا من المصالح المصرية سببه خشية أنقرة من قوة قوات البحرية المصرية وبذلك تركيا لن تجرؤ على الاقتراب من خطوط الغاز قبالة السواحد المصرية وفي المنطقة الاقتصادية المصرية شكرا جزيلا لك روبير على هذا العرض